وآخر جمعة في عشرين تلاتة وعشرين كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص السنة يعني بتلملم أوراقها الأخيرة ويعني بيفصلنا عن عشرين وعشرين مجرد أيام سنة جديدة يا رب تكون كلها خير وسلام على كل الأمة العربية وكل رب العالم والحقيقة أنه السنة دي يعني قلبنا تواجع بما فيه الكفاية وإحنا خارجين من سنة صعبة علينا كلنا ذكريات كتير جدا في السنة الصعبة دي على البشرية كلها يمكن ما الحقناش أصلا ناخد نفسنا من كورونا بلقاحاته بوفياته بكل ما حدث في السنتين الصعبين بتوع كورونا وتدعيتهم على العالم واقتصاديات العالم دخلنا على الحرب الروسية الأوكرانية وحداث الحقيقة يعني فارقة وهمة موجودة في يعني عشرين تلاتة وعشرين ويمكن الحدث اللي هزد العالم كله ووجعنا إحنا العرب وإحنا المصريين هو الحرب على أخواتنا في غزة ولا أكيد كل أمنياتنا في السنة الجديدة أنه هذه الحرب الدموية تتوقف وإنه نبطل نشوف صور الأطفال الأبرياء اللي إحنا بنشوفها ولبنا بتتوجع على الصور دي عمرنا معتدنا المشهد الحقيقي إحنا طول الوقت كل دعواتنا ولبنا وأمنياتنا لغزة ولفلسطين ويمكن اللي حصل في السابع من أكتوبر خلى القضية الفلسطينية ترجع تاني على رأس أولويات كل الدول العربية بعد ما كانت يعني انحادت شوية عن طريقها لكن الحقيقة أنه كلام ده ما كانش في الدولة المصرية دايما الدولة المصرية كانت تتحدث عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وتاخد على عاطقها كل ما يحدث في غز يعني لو حنتكلم كده عن عشرين تلاتة وعشرين والأحداث اللي حصلت في عشرين تلاتة وعشرين والحالة أنه السنة دي تستحق لقب الأكثر دموية إحنا في شهر فبراير كان زلزال تركيا وسوريا واللي يعني راح ضحايا كتير يمكن خمسة وخمسين ألف شخص راحوا في هذا الزلزال والموضوع ما وقفش هنا إحنا رحنا بعد كده للمغرب ويعني الزلزال الكبير اللي حصل في المغرب ويمكن ده الأقوى في تاريخ المغرب من ألف وتسعمائة تقريبا وعلى طول الأحداث الصراحة مطلحقة أرقام قياسية في الكوارثة الطبيعية في عشرين تلاتة وعشرين والحرب الأهلية في السودان وده تحديدا كان في أبريل عشرين تلاتة وعشرين ولسه مستمرة للأسف الشديد لحد دلوقتي ودي بسببها اتشارة دي ممكن خمسة وعشرين مواطن سودان ومن خلص نشحر بالسودان وكان ليبيا وإعصار عنيف شديد جدا في سبتمبر وشفنا ساعتها إغراق لأحياء كاملة وعوائل بحلها راحت عشان كده بقول لكم هي سنة وجع القلب الحقيقة ليبيا الشقيقة سودان الشقيقة أخواتنا في غزة يعني يمكن حدودنا كلها كانت مشتعلة الحقيقة بالمقاسي والكوارثة الطبيعية السنادي ومصر ما تأخرتش أبدا أن هي تساعد أخواتنا في كل حتة رغم أي تحديات إحنا عايشينها زي ما العالم كله عايشها بسبب كل هذه التغيرات اللي بتحصل حوالي كان الحقيقة أنه الفارق ويمكن اللي كلنا بقينا بنقوله لبعض طول الوقت أنه ربنا حافظ هذه الأرض الطيبة كل اللي أنا بكلم حضراتكم وإحنا خرجنا من هذا سالمين آقلوبنا مكسورة وموجوعة لكن على الأقل وقفين على رجلينا قادرين نواجه كل هذه التحديات ونقدم المساعدة يعني الدولة لم تتأخر أبدا في تقديم كل المساعدة لكل أشقائنا اللي بيحتاجوا خلينا نبص مع حضراتكم في الداخل المصري ونشوف بعض المكتسبات اللي حصلت في هذه السنة الصعبة عشرين تلاتة وعشرين ولما نشوف الحوار الوطني ونتذكر الحوار الوطني وده الحوار الوطني الأول من نوعه بالشكل ده الحقيقة كان يعني حالة مميزة جدا من النقاش اللي أنا كنت بشوف أنه صعب الناس دي تجتمع بمختلف أيديولوجياتها السياسية ويكون هناك فعلا مساحات مشتركة للنقاش ومساحات مشتركة للحلول مش بس كلام يطرح على طويلات النقاش وبعد كده ما نسمعش عنه حاجة ويمكن طبعا أكتر حاجة كانت محفزة لكل الناس أنها تقدم اقتراحات وحلول وشوفنا الشباب ودورهم كان كبير وكل الحقيقة يعني الفصائل كانت ممثلة في هذا الحوار الوطني هو إشهادة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحوار متبعته المستمرة لمخرجات هذا الحوار وأنه سيادته قال أن كل اللي في صلاحياته أنه ينفده من مخرجات هذا الحوار على الفور هيتم فده كان حافز كبير جدا لكل اللي اشترك في الحوار الوطني بصفة عامة الحياة السياسية والزخم اللي اشتفيته الحياة السياسية السنادي شيء كنا في أمس الحاجة ليه هنا في الداخل المصري لأنه كل ما التحديات تكبر كل ما هتكون البحث عن المساحات المشاركة هي كلمة السر اللي تخلينا نقف في وش التحديات دي ونعديها بإذن الله كمان شوفنا الانتخابات الرئيسية والحقيقة يعني كان معدل المشاركة يعني مفرح جدا الحقيقة الفئات كمان اللي كانت متصدرة المشهد وهنا الشباب لأنه لما نشوف تمكين للشباب طول السنين اللي فاتت وتأهيل لهم لازم نشوف النهاردة الشباب ده هو الواقف بيقرر مصيره وبيختار مستقبل وطنه وهنا كانت الوعي الحقيقة يعني أنه نشوف الناس دي على وعي بكل التحديات الخارجية والداخلية وبيستحملوا اللي بيحصلوا بيستحملوا العواقب الاقتصادية اللي بتحصل لكن الأمن القومي رقم واحد بالنسبة لهم ده وعي كبير جدا إحنا محتاجينه في هذه المرحلة بالتأكيد سنة مش صعبة يعني مش سهلة أبدا طبعا سنة عشرين تلاتة وعشرين وفيها تحديات كتيرة والحقيقة أنه يعني تحتاج كلام كتير جدا علشان نقوله لكن يمكن حتى من النقاط المضيئة وعلى الناحية التانية من الحياة التقيلة دي وأنا داخل زمائل الزمالكوية هنا بيقولوا لي دي سنة ساعد الأهلي عشرين تلاتة وعشرين وبيعدوني بقى مكاسب الأهلي في السنة دي لكن أنا يعني بقولهم يا كل سنة بتاعة الأهلي إيه جديد مش مشكلة كانوا عايزين يحطوا لي شرطين حمر هنا بس ساعد يعني الحقيقة أنه نحن بنحاول على قد ما نقدر أنه نستقبل السنة الجديدة بروح مليانة تفاؤل وأمنياتنا يا رب للجميع بالخير وكل ما الدنيا بتصعب كل ما الحقيقة أنه يعني ما هو ما فيش حد يعيش سعيد على طول أكيد السنين حيجي فيها حلو ومر لكن أنه ندعم بعض أكتر أسريا وأصدقاء ودايما نحمد ربنا على نعمة السطر والصحة طول الوقت وربنا دايما يحفظ هذا الشعب وهذه الأرض الطيبة ويا رب كل اللي عنده أمنيات تتحقق في عشرين وعشرين وعشرين واشتغل عليها وعلى نفسه أكتر